اهلا بحضراتكم من جديد في فن التلبيس والتهييس والتعليق بالتهجيس مش لا مقصود لا ساجع ولا غيره لكن كل واحدة من دول بتمثل ظاهرة واضحة جدا في الأداء الإعلامي في الفترة الحالية التلبيس بمعنى أنا مقولش حاجة تلبسها لي أو حد يقول حاجة معينة تلوي عنقها علشان أنت تودها للمعنى اللي أنت عايزه احنا مش بس جدين في إزالة أسباب الاحتقان احنا أكثر حرصا على إزابة وإزالة أي شيء ممكن يؤدي إلى احتقان أو أن الجماهير تزعل من بعضها وأعتقد اللي متابع بشكل جيد للبرنامج من أول ما بدأ أعرف كويس قوي أن احنا عندنا حرص شديد جدا على كل الضوابط الإعلامية وكل القيم المهنية وأعلاها وأهمها الروح الرياضية واحترام المنفسين بشكل واضح وصريح لا مرأة فيه وأعتقد اللي حضراتكو شفتوه مع كل مناسبة في تمنياتنا لكل الفرق المصرية اللي مشاركة فيه البطولات الخارجية يشهد على كده لكن وإحنا بنتصدى لأي محاولة لتكدير وتعكير صفو الجماهير يدقيق جدا عملية التلبيس المنفس عاد ليتكلم في حاجة تتخذ في حتة تانية يقول مثل في سياقه يطلع عشان يروح في حتة تانية تتكلم ما عرفش في إيه تبصت لإيه هرحت في سكة تانية انبارح على ذكر التلبيس في أصله بقى فجأة قال في برنامج الزمالك اليوم اللي على قناة المحور إنه فيه بلاغ للنائب العام من رئيس نادي الزمالك ضد قناة الأهلي والزميل أحمد جمال طلع أنا بطالب الدكتور محمد العدل المشرف على القناة بالاعتذار فورا على إساءة قناة الأهلي لنادي الزمالك ونجومه وبعد كده تسمع السوقنات الأهلي بتنتهج نهج وخطة وكلام ده تقال في استوديوهات تحليلية لهز نادي الزمالك وضرب استقرار نادي الزمالك ليه؟ كلام في مجمله بيحمل قناة الأهلي مسؤولية كبيرة جدا تصل إلى الشكوى والبلاغ للنائب العام أنا موافق وأتفاهم ده لو كان هناك أي خطأ حدث يستحق ده أو حتى ما يستحقش ده بس فيه خطأ حصل لكن لما تتبني الوقع على أنه مطلوب من قناة الأهلي تعتذر على أنها ذكرت أن هناك لعبا من نادي الزمالك ثبتت إيجابية عينة منشطاته لو ده ذكر في قناة الأهلي وتقال في قناة الأهلي دي قضية يبقى إحنا بنتكلم على الخبر صحيح ولا لا مسؤوليته إيه وأهدفه إيه وسببه إيه لكن لما يبقى الكلام ما حصلش في قناة الأهلي بتحسبني على ما لم أرتكبه في تلبيس أكتر من كده أنا ما كنتش عايز حد يتوقف عنده لأنه ما قالش حاجة لحدد أسماء ولا حتى استند إلى مصدر دي حاجة حاجة تانية أن لم يظهر هذا الكلام في قناة الأهلي إيه إطلاقة؟ هو ده المهم لأنه في صياغات أخرى في مواقع تانية كتبت الخبر ونسبته للدكتور أحمد ماجد الطبيب السابق للمنتقب وأحد أطباء الاتحاد الأفريقي وطلع الدكتور أحمد ماجد قال أنا مقولتش الكلام ده لأي حد وأنا ما عنديش علاقة بالكلام ده خالص وأنا مستغرب أنه يتقال لي أنه ده تقال في قناة الأهلي يا جماعة قناة الأهلي لم تورد هذا الخبر هو ده بقى الشغل بقى هو ده الشغل أستاذ أبراهيم اللي أنا بقولك عليه يعني بلغ السايل والزبا خلاص أنت بيحطك أنه بص مرأي يتقاول عليك يتقاول عليك يتقاول عليك يتقاول عليك لحد بقى إيه ما يبقى الحلة دي كنت بشوفها في الأفلام الأجنابية ما كنتش بفهمها أن المحامي يقول حاجة يقوم التاني يقوله 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 طب أنا الغض يقوله إلغي دي بس الناس سمعتها إلغيها فهو الكلام مش ضروري يكون صح لا ده هو الكلام أنك تبدأ تقول 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 بعد شوية يبقى فيه صورة زهنية وده أقصى افتراءات الحرب ضدك هي حرب هو عارف أنك لا قلت والعيد وأنا ديت مثالينا هون وقبل كده لما جئنا نحيي مبادرة بتاعة أطراف ومسؤولين كبار مع بعضيه مصولح مصولح يقولنا ده حاجة جميلة جدا وبعدين بعديها بشوية قلت فلان فلاني بحيي على شجاعة الاعتذار فلاني فلاني يروح واخدين السياق ده يقول لك ده بقول القيادة الفلانية اعتذرت وهذا لم يحدث هذا لم يحدث التلبيس ونعرض ان احنا نقول ما يا جماعة ما حصلش طب احنا ليه على مدى 8 سنين ولا 9 سنين ما كانش فيه عن مشكلة خالص في هذا الامر لان احنا ما كناش بنجيب سيرة حد خالص وما زلنا الا الردود على الحاجات دي لان ما كانش فيه حد بيتقاول عليك ما تش محتاج ترد خلاص كنا بنجيب في وقاع مستندات لكن دلوقتي انت كل اتنين وخميس توقع هتيجي سيرتك وحيتقال عليك كلام لم يحدث ومطلوب ان احنا نرد عليه قدامنا حالة من اتنين يرد وهنا نشغل مساحة من الوقت ضاعت كان ممكن نقولها فيها حاجات اهمة او ما نردش وده وضع خطير جدا لان هيحصل بتراكم التكرار وكأنها الحقيقة مش كده فللأسف الشديد احنا بنستدرج ان احنا شوية ما نعمل اللي احنا وكناش عايزين نعمله ابدا ان احنا نهتم بالرد على الحاجات دي فعايزين نحسابها صح هل نتجاهلها ونطول حبال الصبر لعل الناس هي اللي ترد ولا 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 يعني نخدها حالة بحالة والرد عليها يعني يتقال كده بلاغ للنائب العام ضد قناة الاهل هتشوفوا حضراتكم زي ما اوردته بعض المواقع وحتى الصفحات في اتهام القناة بما لم ترتكبه وانك انت تذكر ان القناة ارتكبت هذا الخطأ مش كل الناس وده ودي خطورة المسألة خطورة عملية التلبيس فين جمهور الاهلي هو بيشاهد قناة الاهل فعارف ما صادر عنها وما لم يصدر بالنسبة كبيرة جمهور الزمالك الشقيق ما بيتفرجش غالبيته على قناة الاهلي فلما يتقال له ده قناة الاهلي قالت كذا الرجل هيزعل هيدايا او على الاقل هتبقى عنده مشاعر سلبية لا نتمناها ضد الجماهير مع بعضيها ان انت بتوصف قناة النادي الاخر انها قالت كده طب هي ما قالتش كده لو قالت كده تتحاسب لو قالت كده يبقى فيه سبب ان احنا نتكلم في منطقة مهنية ده خبر صحيح ولا مش صحيح ازاي ان انا اقدر اورد خبر وطلع خبر بهذه الاهمية وهو لم يحدث دي هنا فيه مساءلة مهنية اوكي لكن لما يبقى ده ما حصلش مين اللي يتحاسب لما تتهمني بارتكاب فعل وتعمل بلاغ ضدي على ما لم ارتكبه والناس المعنية برسالتك تصدق ان ده حصل وتبني مشاعرها وتبني انطبعاتها وتبني مواقفها وتبني علاقاتها بالجماهير الاخرى صديقتها على فرية زي كده يبقى ده ايه ما احنا هنا احنا اللي بنكون وبنخلق وبنصنع المناخ السلبي اللي بيفضي الى هذا التوتر المهندس عدلي قال من حلقتين ثلاثة ما تيجي نجرب نعمل مبادرة ونطالب الناس ما كل واحد ينشغل في فرقته وفي مهمه وفي الارتباطات اللي عنده ولديه ما يكفي ده عنده شغل كتير جدا وعنده حاجات تفراح وعنده حاجات عنده اسباب ايجابية كتير جدا تسعد اهله ناسه طيب ده ليه لأ ما تعرفش في نفس التوقيت الاهل بياخد مباراة مهمة جدا مع شبيبة الثورة الجزائري يحتاج فيها الاهل للفوز على بطل الجزائر بإذن الله تعالى للتأهل في نفس التوقيت وبنفس الشكل ولنفس الهدف نادي الزمالك يسافر يلعب مع حسين داي في الجزائر مباراة مصيرية أيضا يحتاج للفوز فيها للتأهل تجنبنا خالص ان احنا نتكلم عليه عشان ما تقلش بتخلق مناخ سلبي للزمالك بالضبط فيين يعني ما روحنا نلعب ضد الترجل كان جهنم أنا مش فاهم فين المسؤولين جهنم هنا ما نلعب الأجواء هناك اللي حصل هنا كان الناس بتهاجب الأهلي عمال على بطال من هنا ولدرجة ان يطلع جوابات ويطلع افتراءات ويطلع حاجات لم ي لسه تاني بقولك إذا لم نهتم بالتحقيق في مثل هذه الأمور بنخليها تتكرر بالضبط هوي دي خطورتها هتفضل تقول تقول أهو بلاغ للنقب العام زي ما تكتب مبارح في برنامج نادي الزمالي ضد قناة الأهلي والزميل أحمد جمال قال في نفس اللقطة دي بيناشد الدكتور محمد العدل المشفى قراءة الاعتذار علنا وتوضيح الموقف يعني يعني طيب الأهلي عملت ايه حدد قول ده حصل من قناة الأهلي لكنه بناء الأمور لا هو قال قال الحقيقة هو قال إن أحد المزعين المجتهدين اللي عايز يعمل المجال قال إن الزميل محمد سعيد ما قالش الاسم ما قالش الاسم إنما قال وإن بنا تمناله الخير وربنا وفاه بس يعمى مش بالطريقة دي لا في سياق آخر حتى لما جابه الدكتور أحمد مجد قالوا إن محمد سعيد لكنه محمد سعيد الرجل في البرنامج بتاعهم بارح ما أوردش هذا الخبر دورنا كتير أي حاجة تتكتب بره شاشة قناة الأهلي ما تقول عنها هذا السطح الإعلامي اللي ذكرت فيه إذا كان موقع إذا كان جران إذا كان راديو إذا كان أي شي لكن السطح الإعلامي الخاص بقناة الأهلي لم يورد هذا الخبر بتحسيبني على إيه ده اللي غير مفهول صيد إبراهيم إحنا لما طلع وكنا بنعمل مدخلات عقبنا نفسنا علشان يعني تفوه أحد المتصلين بلفظ غير غير محترم أو غير لائق على نادي زمالي منعنا المدخلات بالزبط علشان ما يكررش هذا الأمر حرسين إحنا جدا على النقطة دي حرسين على إن نتعامل بشرف وبشفافية وبمهنية وبدون تصيد ألاقي إحنا قلنا الزبالك مسافر ونتمنى له يا رب كل التوفيق في الجزائر وقلنا أكتر من مرة نجاح الأهلي والزمالك وكنا نتمنى الإسماعيلي يستمر الأطول مدى في البطولة لكن نجاح الفرق المصرية في بطولات الأندية الأفريقية ده أفضل تجهيز للمنتخب الوطني ولسه عادة الكرة المصرية قبيتها في القارة خاصة في العام الأفريقي الحالي ترجمة نانسي قنقر